السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي اهلا وسهلا بكم من جديد نتمنى تكونوا على خير ان شاء الله الحمد لله كما كتشوفوا معايا وفقني الله سبحانه وتعالى باش نغرسها دج بلادة كما كتشوفوا تقريبا دج بلادة هز واحد تقريبا 29 شتلاء دي الخروب او شجرة الخروب الحمد لله بعد ما جربت البرميل بانه اعطى واحد النتيجة مية في المياه سامارش اه وجدت السيتيرنا هذي ديالالطون ديالالف لطرة هذ السيتيرنا هذي فاش عمرتها اسقاط ليا تقريبا 51 شجرة الفوق اللي اسقاط لياه الحمد لله اسقاط لياه اه سقيت بياد البلاسة هذي كلها فيها 29 شجرة وشي حاجة حدا البير اللي هي في التحت اه الحمد لله كما كتشوفوا معايا غدي نوريكم طريقة ديالالغرس اليوم في هذي البلاسة هذي لان هذي البلاسة هي باردة واحد شوية الطراب دياله بيض وبارد اه ماشي بحال الطراب الحمر انما هذي طراب البيض هذا لازم نديرو ليه الاسميدة الطبيعية اه هذي البلاسة هذي كلها اللي كتشوفوا معايا بيضة صبح الله العظيم هذي البلاسة كلها بيضة والبلسة اللي ملهيه حمراء طراب دياله حمر هذي البلاسة هراء ما درنا لها الاسميدة لأولو كما شتوا معايا فهذاك الفيديو اللي فات اه المهم هذي البلاسة كلها درنا لها الاسميدة الطبيعية وغرسناها ووسقيناها مباشرة بعد الغرس كما كتشوفوا معايا هذي الشجرة هذي فاش غرسناها درنا لها السمد او ما يسمى بغوت الماعيز وهذا السمد هذي كما كتشوفوا ضروري فهذا الطراب البيض لان هذا الطراب البيض هذا بارد واحد شوية وضرور منه فاش كان ديرو الغرس او ضروري تسقى طبيعة الحال سواء كان السمد او غير السمد المهم ضروري تسقى الشجرة من بعد الغرس مباشرة كما كتشوفوا معايا كاملين هذي درت لهم السمد او ما يسمى بغوت الماعيز او غوت الغنم او غوت الثر مهم اللي موجودة عندك ماشي مشكل ولمكيناش مثلا الاسميدة الطبيعية يمكننا نديرو بحل مثلا الانجري يروى الانجري نقللوه شوية تقريبا شي خمسين جرام في كل شجرة وما نكتروش هتي لكترناها نقدروا نحرقوه الشجرة في البلاسة تقريبا مهم نديرو خمسين جرام في كل الشجرة ونبعدوه على جذر ديال الشجرة كما تشوفوا هذه هي السيطيرنا اللي شريت مؤخرا اه اصبت لها المانشوات وقديتها كما تشوفوا اصلا هي جاي معاها ذاك الابان راه هو البيض والاخر الكحل منشو كتشري عند الدروغلي كاملة شي كامل وقدروا الراسك تردير لي الفلس دبرا الابان مسدود تنسدهم اللي تنبغين نعمره باش يعمر بالاميرجي كما تشوفوا هاتيو هذا هو اللي يجي من اميرجي وليه كان سدادك الابان ديال الشيطيرنا كيدور الماء وكيدتخوه من هات الجيهة من الفوق ومليه كان بغي كان ريتي اميرجي كان بغي نطلق الماء باش نسقي شجيرات ديالي سواء ديالات جبلة هادا ولا التحت هدا البير اللي هيه ولا الفوق باع ماشي مشكلة نحلى للك الابان وكيدتسقى الشجر ديالي وهذا كان اديه البرميل باش يلا عمر عمرات السيتيرنا مثلا ما فراسيش واش عمرات انا هدا البير ولا هاتي كيدتخوه داك الماء باش ما نقطاش شوية في الماء باش ما يتخوه في الارض ويضيع وده باغذ نحلو ان شاء الله هاد البناده ونوريكم طريقة ديال السقي اه زي ما ارى طريقة مزيانة شي واحد فيكم عنده شي جبال ولا شي حاجة المهم شي بلاصة عالية وشوية يمكن اللي يحط لا برميل ولا اللي كان مهمش حاجة واسعة شوية تقريبا متين اترو لا تلتمية اترو مهم ليه الزات هيا الاسيتين النادي من الاحسن هزا الف لتر وبالنسبة لهاد البلاصة هديرا دغية كنسقيها ما كيناش تقريبا واحد قسمينة الماقانة ولا ربع ساعة انت انت سقيتي اتش المغادي لها مزيان بسرعة مع كينة الابطة اه دابا غادي اديكم باش تشوفوا هده الشاشة هده اللي استعمت لها الجيهة اه دوما كينما كتشوفوا دير ليوم الروبينية التعاة دوما كينما كتشوفوا هاد البلاصة كلها كنسقيها عندما كنطلق الروبيني وهل ما غادي الصف ديال الشجاري انتوما الرشاشة اللي بغتي فيها تديرو بغتي تكبر الشاشة كبر الشاشة بغتي تصغرها تصغرها على حسب المهم الماء وعلى حسب الشجرة التهية الى كانت باقة صغيرة را ما كتش الماء كتير مويمة ديك الرشاشة را كتنقصها واحد شوية على حسب را فيها واحد الفيلتاج اه بنسبة لها الطراب هادا كما قلت لكم را ضروري من الاسمدة وهاد الاسمدة هده تسخن هذا الطراب هادا باش تعطي واحد القوة لهات الشجرات هادا المهم الشجرة كما كان تروى احنا كنا نحضره على حسب الشجرات الخروب وبالنسبة لها الطراب هادا بارد وما ياخدش الماء مزيان وطف الصفرة ما ياخدش الماء مزيان ستقيه مرة خمسة عشر يوم ومعشر يوم ثم كما كانت شوفوا سيطرة تقريبا كلها تسقط غير من السيترنا المهمات السيترنا قاضية الغرض الحمد لله نتصل الأمور ونصابوه والسلام عليكم ورحمة الله إلى حلقة جديدة